في إطار الاحتفالات بذكرى ميثاق العمل الوطني استضاف صرح الميثاق الوطني عددا من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي وسعادة الدكتور عبدالنطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس مجلس أمنا أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية وعدد من المسؤولين وفي البداية ألقى سعادة وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي كلمة رحب خلالها بالحضور في صرح الميثاق الوطني الذي أتى بمبادرة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ليكون الصرح ذاكرة للأجيال مشيرا إلى أن المعرض الرئيسي يتميز باستخدام الوسائط المتعددة لإبراز المحطات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي تبين علاقة مملكة البحرين وإنجازاتها على كافة الأصعدة هذا إلى جانب احتواء جدران الصرح على حوالي 220 ألف اسم تمثل أسماء كافة المواطنين المصوتين على مثاق العمل الوطني بنسبة بلغت 98.14% كما ألقى سعادة وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن بارك الخليفة لدراسات الدبلوماسية كلمة أكد فيها أن مثاق العمل الوطني وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يمثل رغبة الوطنية الثابتة في التنمية والتقدم والازدهار فهوى يعزز أسس الدولة من خلال المؤسسات القوية وسيادة القانون ويرعى في الوقت نفسه عملية التنمية الشاملة المبنية على قيمنا ومبادئنا الوطنية الراسخة وأضاف سعادته أن المسيرة التنموية الشاملة قد شهدت على مدى العقدين الماضيين تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق الأفراد والجماعات داخل مملكة البحرين وتعزز المساواة وتحارب التمييز وتشدد على ضمان تكافؤ الفرص والتضامن المجتمعي والإدماج الفعال للمرأة في مجتمعنا وفي الهيئات التشريعية والتنفيذية وتشجيع مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبدورها ألقت الدكتورة الشيخة منيرا بنت خليفة الخليفة مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية كلمة استعرضت فيها أهمية ميثاق العمل الوطني في تاريخ مملكة البحرين مؤكدة أن الميثاق وبقيادة ورؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فتح آفاقا شاسع للإصلاح والتقدم في المملكة مشيرة إلى تأكيد الميثاق على الطبيعة المتسامحة والمنفتحة للمملكة بالإضافة إلى التركيز على احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية وتقدم المرأة الذي نص عليه الميثاق أشادت سعادتها بالخطوات البارزة والمهمة التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تقدم المرأة وإدماجها بفاعلية في برامج التنمية الشاملة بعدها قام الحضور بجولة في المعرض الرئيسي تعرفوا خلالها على فكرة إنشاء الصرح التي جاءت تخليدا لذكرى ميثاق العمل الوطني واطلعوا على أسماء المصوتين على الميثاق والمحفورة على كافة جدران الصرح كما قاموا بجولة في المعرض الرئيسي للصرح وفي نهاية جولتهم أشادوا بما يحتويه صرح الميثاق من معلومات قيمة تعزز القيام الوطنية يسعدني أن أستضيفكم هنا في هذا الصرح العظيم صرح الميثاق الوطني صرح يعكس الالتزام من قائد حكيم والدعم الكبير من قبل مواطنين بهدف التطوير واسمحوا لي أن أعبر عن تهاني القلبية وأطيب الأمان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولمواطنين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الثالث والعشرين هذا الحدث التاريخي الذي تم التصويت عليه بنسبة ثمانية وتسعين وأربعة من العشرة في المئة ما أكد التعاون المشترك وفي كل عام يتم الاحتفال بهذا الفصل الجديد الذي كتب بأيدي أبناء الوطن وعكس الآمال والأمنيات المتماشية مع الاستراتيجية التي خطها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتعكس في كل سنة الرغبة الوطنية في التطوير والتعاون وتوضح الأساس الصلب القائمة على القيم الوطنية الثرية تشرفنا بتواجدنا اليوم تواجدنا في صرح الميثاق الوطني ودعينا أصحاب السعادة السفراء للتعرف على تاريخ مملكة البحرين تاريخ نعتز ونتشرف فيه نشكر القائمين على الصرح والإتاحة هذه الفرصة لنا ساعدنا أيضا برؤية السفراء وتفاعلهم بجولتهم في هذا المتحف العالمي اللي فعلا يأرخ تاريخ مملكة البحرين المشرف ترجمة نانسي قنقر